نزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صلاة الأنبياء والمصلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا بداية أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبدالقادر والدكتور عبدالعطيف على تنظيم هذا الملتقى الحواري والسياسي والذي يلبي حاجة ماسة في الشارع الليبي اليوم فنحن أزمتنا تحتاج إلى الحوار ثم الحوار ثم الحوار ثانيا هنا لا أتكلم باسم جماعة الإخوان المسلمين فالجماعة لها قيادتها تتكلم عن مواقفها وتصوراتها لكن أتكلم كفرد من الإخوان المسلمين اليوم المحاور اللي تفضلت بها هي محاور كبيرة كما ذكر الأستاذ الله يعني كل واحدة تحتاج إلى فقرة أو حلقة لكن أحاول أن أختشر الموضوع بقدر الإمكان وما لا أتطرق إليه ربما يأتي من خلال السؤال والجواب المنطلقات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إسلامية هي كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وضع الأطر الفكرية للجماعة هذه هو الإمام المؤسس حسن البنة رحمه الله ومن أراد أن يفهم أو يدرس فكر جماعة الإخوان المسلمين عليه بالرجوع إلى مجموعة رسائل الإمام حسن البنة وذكر فيها تصورات الجماعة ومنطلقاتها كما نعلم أن الجماعة لشأت عام 28 أي بعد سقوط الخلافة بأربع سنوات تقريبا ومن هنا كانت الآرات بعد سقوط الخلافة هذه أول مرة في التاريخ الإسلامي تاريخ المسلمين أن يبقوا بلا خلافة وإن كانت الخلافة التركية خلافة العثمانية في آخر عهدها كانت عبارة عن خلافة رمزية لكن ترمز إلى وحدة المسلمين فقد كثرت من الشقاقات عنها وبدأ بضعف يضرب فيها وعندما سقطت بدأ المفكرين الإسلاميين والمسلمين عموما يبحثون في كيفية النهوض بالأمة والعودة بالأمر إلى ما كانت عليه عزة الأمة قبل ذلك المعنى الشاي عند المسلمين أصبح أن من يؤدي العبادة من صلاة وصيام وحج وذكاة هذا يعتبر حقق لب الإسلام وهناك من يرى أن الإسلام هو عبارة عن أخلاق يعني يجب أن نحن ريحنية فياضة ولكن ليس إلا هو هناك الغزو الثقافي الغربي أثر في بعض المسلمين لذلك يعتبر أن هذه العقاعد الموروثة ليس فيها فائدة ولا تقدم مليمك أن تنهض الأمة أمام ذلك كان الإمام بنا رفع شعار الشمولية في الإسلام نحن نرى أن العصر الأول في صدر الأول لإسلام حدثت واقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر إلى أمهات المؤمنين وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم يقول الحديث كأنهم تقاللوها قال الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من دمه وما تأخر فإحنا مطلوب مننا نعمل أكثر مما يعمل فقال أحدهم أصوم ولا أفضر والآخر أصلي ولا أرقد والثالث قال لا تزوج النساء فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في البخاري المسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهم ولكني أصوم وأفضر وأصلي وأرقد وأتزول النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وبعد ذلك في فترة عثمان رضي الله عنه جاء نفر إلى المدينة كانوا قد لبسوا صفوك وكانوا يمشون بنوع من التواضع كانهم مرضى فالسيدة عائشة رضي الله عنه سألت سألت من هؤلاء؟ قالوا لها هؤلاء الزحاد هؤلاء هم الزحاد قالت رحم الله عمر بن الخطار كان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا أكل أسمع وكان والله أزهد منهم لن كان فيه سعي لزيادة الدين وهذا شيء غير مروب في عصرنا الحاضر هناك من يريد أن ينقص من الدين رفع شعار لا دينة في السياسة ولا سياسة في الدين وتبنى هذا الشعار أنور السادات في فترة الفترات كانوا يريدون أن لا يكون للدين رأي أو حكم في مسألة المواريث في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة هذه كلها كان نوع من المحاولة تشويه الدين وانتقاص منه الإمام البنى جاء يدعو إلى شمولية الفهم فهم الإسلام شمولية الدين أن الإسلام هذا عقيدة وعبادة ودولة ومصحف وسيف وهذه المسائل وهذه كانت مستغربة في وقته يعني نتكلم إحنا من تسعين سنة ماضية كانوا كما تعلمون أن الغزو الغربي أو الاستعمار كان مسيطر وكان في مصر تعتبر هي ذرة الشرق كما يقولوا فيها النخب الثقافية واصحاب الفكر كانوا يتجمعوا في مصر لكن كان الطرح العام كله حتى ننهض ببلادنا وما أصابها من التخلف بعضهم تمادى إلى أن نحن يجب أن نترك هذا الماضي بكل ما فيه ولعل مستقبل الثقافة في مصر كتاب الله حسين كان يحو هذا المنح عبد الرزاق صاحب الكتاب الإسلام والحكم أيضا كان في هذا الاتجاه وغيره الإمام البنة كان يدعو عكس ذلك يدعو إلى أن الأمة لا يمكنها تنهض إلا أن تعود إلى منابع الصافية المعصومة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ يشتغل في هذا المجال لم يكن صاحب كتب كثيرة ولكن ركز على بناء الجماعة وبناء الأفراد فكان رحمه الله وضع أصلين إسلام نظام شامل لتناول مظاهر الحياة جميعا بدون استثناء يعني وما في مسألة في حياة الإنسان إلا وفي القرآن أو في السنة حكم لها علم من علم وجهل من جهل أيضا أكد على مرجعية القرآن والسنة من الأشياء التي وضحها الإمام حسن البنة رحمة الله عليه أنه لابد من وضع صيغة للعمل للمهض بالأمة هو بدأ بالفرد المسلم لابد أن نشتغل على الفرد المسلم ثم يتكون البيت المسلم ثم المجتمع المسلم ثم تحرير الوطن سياسيا واقتصاديا وروحيا إصلاح الحكومة إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية وأستاذية العالم هذه الإطرحات التي كان يطرحها الإمام البنة لما نتكلم على ليبيا نجد أن دعوة الإخوان المسلمين دخلت إلى ليبيا من طرق مختلفة دخلت عن طريق الطلبة الذين درسوا في مصر واحتركوا بالإخوان هناك ودخلت عن طريق المدرسين الذين جاءوا من مصر وبعض البلاد العربية ويحملون دعوة الإخوان ودخلت عن طريق على سبيل مثال بنغازي الثلاثة الذين هربوا من مصر عندما البوليس السياسي في مصر اتباردهم وحبس الإخوان في التسعة واربعين هؤلاء الثلاثة جاءوا ولجوا إلى السيد دريس في قصر المنارة اللي هو في شارع الاستقلال وألقاها عنده وجاء وفد من المصريين يحاول يستلموهم فرفض أن النخوة العربية تعبى مثل هذا الأمر وكان في حتى الضغوط من إنجليز لكن في الأخير أبقاهم عنده رحمه الله إلى أن تركهم في البلاد كان أبرز الثلاثة هو عز الدين إبراهيم رحمه الله فهذا بدأ يشتغل مع الشباب طبعا كان بنغازي يظن فيها مدرسة اعدادية واحدة وثانوية بعد ذلك وبدأ يشتغل على الشباب بالدرجة الأولى فكان يقيم لهم الرحلات والجلسات والحلقات وبرز عدد من تربية عدد من الشباب من الأسماء اللي احكالتي بغازي في ذلك الوقت عندك صالح الغول برعيم حمد مصباح عليبي رحمه الله محمد معتوق رحمه الله محمد المنقوش محمد المقريف محمد طغير بعدين مصطفى جهاني رحمه الله دريس ماضي رحمه الله وعبد الله بوسن وأيضاً تحق بهم أظن الحاجيون سلب الله لحفظه الله موجود معنا فإذن كانت يعني الدعوة في تلك الفترة ليس هناك تركيز على التنظيم كشكل تنظيم بقدر ما كان نشر الفكرة بين الناس بين هؤلاء الشباب وهؤلاء الشباب الذين ربوا على يد عز الدين إبراهيم كانوا متميزين في تعليمهم وكانوا بعد ذلك أصبحوا بعض منهم أصبحوا ذكاترة في الجامعة وكان لهم دور بعد ذلك كمير في نفس الوقت في المنطقة الغربية كان فيه اللي رجعوا من مصر يفتح واسم الدكتور عمرو النامي كان أكثر استباطة في بنغالي في ذات الوقت كان محمود النقوع ومحمد هويشا محمد أحمد شريف محمد محمد بنغالي رحمه الله قتل عندنا في لوس انجلس فشاهد أنه كان فيه شباب أكثرهم يعني أصلح جامعيين وبعض دكاترة تربوا في هذه جماعة المباراة بعد ذلك في فترة السبعينات والثمانينات طبعا ممرنا بمرحة تلاتة وسبعين النظام الملكي الإخوان كانوا يشتغلوا بدون واجهة يشتغلوا من خلال الحلقات واللقاءات والمنتديات وكذا فكانوا يتحركوا في هذا الإطار إلى أن جاء تلاتة وسبعين اعتمد النظام على تقارير المخابرات التي كانت في المملكة فكانوا المملكة كانوا يرصد في الحركات في المجتمع سوى بعثيين أو قوميين أو أخوان مسلمين أو غيرهم ولكن بالنسبة للإخوان وحتى بقية التيارات ما فيش إلا عام سبع وستين جاءوا بالنظيم القوميين فالنظيم فالنظام اعتمد على التقارير الموجودة في المباحث وبدأ يصنف الناس إلى صار خطاب زوارة الشهير وتم اعتقال كثير من الناس أصحاب التوجهات ومن ضمنهم الإخوان وخرج بعض الإخوة و حتى على التلفزيون أظن الدكتور عمر النامي محمود النكوع ومعدين الثالث وتكلم مع الإخوان وشرحوا وشن الفكرة ولكن النظام طلب منهم أن يحلوا هذا العمل ثم يتوجه إلى وزحهم في السفرات في الخارج أو في جمعية الدعوة الإسلامية التي أنشاها سيد بشير كنت بعد المايك العصوري لأنه يحق على سوريا ويجير في سوق طيب شكرا في فترة السبعينيات سأنا أخذ بحاول أختصر أو في تمانينات بداية تمانينات طبعا قبل أتكلم على إخوان اللي بين الذين نشعوا في الخارج أتكلم على أوضاع الإخوان عامة في الخارج نتيجة الضغوط الموجودة في مصر في سوريا خاصة بعد حداث حمات والعراق كذلك العراق كان صدام حسين وحافظ أسد الاثنين من يجد عنده مجلة الدعوة التي صدرها الأخوة في مصر يعدم وحصل وقاع من هذا فلجأ كثير من هؤلاء الأخوة أو نقول بعض لجأ إلى الغرب فتكونت تجمعات في بريطانيا وفي ألمانيا وفي إيرلندا وفي أمريكا في تلك الفترة في السبعينات والثمانينات زادت بعثات الليبيين للخارج وأرسل للغرب بالذات إلى تقريبا منتصف الثمانينات منع التعليم في الغرب واتجه للشرق أيام الاتحال السوفيتين هناك تكونت تنظيمات وجمعيات إخوانية فصار شغل على الشباب الليبي هناك وهنا أذكر دور الحاج يونس حفظه الله في بريطانيا في تجمع الشباب وأيضا في أمريكا صار شغل بالنسبة لأن أنا عصرت العمل في أمريكا كنا نتحرك باسم الجماعة الإسلامية ليبيا ثم أغير اسمها بعد ذلك الجماعة الإسلامية الليبية وكانت تصدر مجلة اسمها مجلة ليبيا مجلة المسلم تقريبا بدأت في سنة الثمانين الطالبة الدارسين في الغرب بعضهم تبنى دعوتها أخوان مسلمين وأصبحوا إخوان فكانوا في اللقاءات والتربية وكذا يشتركوا مع إخوانهم الآخرين وفي لقاءاتنا الخاصة كليبيين لنا في شأن الليبي تحركوا من خلال مجلة المسلم من خلال بعض المظاهرات مع المعارضة الأخرى و يعني كان في دور محدود في هذا الجانب لكن يغلب عليها الطابع الإعلامي وهو محاولة تعريفة النظام هذه الفترة طبعا أول صوت طلع ضد الجذافي الحقيقة كان عمر المحيشي رحمه الله كان له برنامج أظن فترة قصيرة في خمس دقائق وعشر دقائق من محطة الشرق الأوسط كان أول واحد تكلم في العالم بالطريقة هذه ثم بعدها بسنوات قليلة صدرت في لندن مجلة صوت ليبيا كان فيها ظني عبد الرحمن الشويحلي والكيخية وأصدر الشعيين مجلة الوطن وأصدر طليعة ضد البحثيين وأصدر وهناك نشرات أخرى كان نشرات العهد التي كان يصدرها عيسى عبد القيوم والتي الآن أصبح مع حفتر في الثمانينيات بدأ طبعا الشباب الليبي الإخوان بدأوا في الرجوع إلى البلد وأخذوا دورهم في عمل الإخوان داخل البلد لكن كلها في الإطار السري لكن أحدثوا نقله بالنسبة للتنظيم في أن هو صار له انتشار جغرافي ولعل الرجوع إلى ما ذكره الأستاذ عمر لحيشي في الشاهد على ليبيا الأحرار في تفصيل من ذلك لن أقف عنده لكن تميزت مظاهر الثمانينات في الجماعة أنه أصبح في خطة سنوية وخطة خمسية وفي رؤية وبدأت هاكل التنظيمية تشتغل وتكونت الأخسام منها قسم نشر الدعوة والتخطيط والتربية والاستعاب والآخرين ولذلك ونظرا لظروف البلد أنه أصبح هذه الهيكلية لا تشتغل مع الواقع الأمني الموجود في ليبيا لذلك انتقلت القيادة إلى الخارج وأصبحت المؤتمرات العامة تعقد في الخارج وفي مسألة لابد أن نقف عندها أن الإخوان تقريبا من سنة يمكن تمانين أو قبل دائما يعتمدوا في قضية المؤتمر العام والانتخابات يعني دائما هذه مسألة أصبحت يعني تافتة عند جماعة الإخوان المسلمين يجتمع المؤتمر العام وينتخب مسؤولا له وهكذا فليس عندنا مثلا قيادة ثابتة والله أو شخص تبروه مؤسس كذا نحن الإخوان في ليبيا لا قيادتنا جماعية وتم بهذا الشكل في التمانينات الحقيقة صارت نهضة كبيرة في المعارضة وكان دور كبير للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بقيادة دكتور محمد المقريف حفظه الله وهو يعني دخل في الجانب العسكري والجانب السياسي والجانب الإعلامي كان أول واحد كان عين مسؤول لمجلة الإنقاذ في سنة 82 وأصدر عدد الأول اللي هو الشيخ محمد بن غالي رحمه الله اللي قتل في لوس انجلس في سنة 96 ولكن في المؤتمر لحسن المغرب يبدو نصار خلاف بينه الدكتور محمد فعزل وعين بدلا علي أبو زرحو حفظه الله أيضا وهو من هو معروف المعارضة بعد ذلك بعد تطور كبير ونتيجة أن النظام بدأ يشتري في الأنظمة اللي حوله وبدأ يؤثر في النظم التي استطاعت الجبهة تبني معها علاقات أو تدخل معها في مشاريع أصاب المعارضة شيء من أشاد وفتور وأصبح في ضيق حتى على الناس الذين كانوا يشتغلوا ويتحرركوا في المعارضة هنا وطبعا في سنة ستة وتسعين كانت مذبحة بوسليم اللي راح أظني 1260 شهيد فيها وطبعا بعد الشقوط الاتحاد السوفيتي بدأ بدأت رياح تغيير تهب على منطقة الشرق الأوسط منطقتنا العربية وستة وتسعين ظهرت الجزيرة تطرح إعلام جديد غير المدرسة المصرية في الإعلام سواء إعلام أحمد سعيد أو إعلام محمد حسين هيكل أصبحت سين إن عربية بمعنى فيها شيء من الانفتاح ونشرت كثير من الأمور بدأ المفتاح حولينا بدأ في الجزائر حقيقة بالشاد للجديد القذافي أصبح شاد في هذه المنطقة فكان إما أن يغير أو يتغير ولذلك هو شعر أنه مستهدف وأنه يمكن أن يطارد بجنمة مذبح الفسليم فبدأ خطوات داخلية الخطوات داخلية بدأ بتعويض القتلى منهم من قبل ومنهم من رفض الذين رفضوا الحقيقة كان هم نواة انتفاضة 17 فبراير ولا بد أن نذكر هنا المحامي البطل فتحي تربل حفظه الله فقد كان يعني فعلا بحق رمز ضد النظام في وقت كان من الصعب أن يرفض أحد ما يريده النظام الخطوات الخارجية كانت محاولة استعاب المعارضة والثانية فتح علاقة علاقة جديدة مع الغرب وصل إلى أن استطاع أن يعين توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق مستشار له الجدافي وهنا اختار أبو زيد دوردة اللي هو كان رئيس وزراء وكان مسؤول على كذا وزارة مرافق للثورة من من واحد سبتمبر تقريبا اختار ليكون في نيويورك من دوبة المتحدة لأنه لم يكن في سفارة ليبية في واشطن وأذكر أن بو زيد كان يقول سأجعل فصائل معارضة مثل المسبحة مثل السبحة ناخذ الحبات ونترك الشاهد ولعله نجح إلى حد كبير في هذه المسأة هذا بالنسبة بالنسبة نعود لمسأة الإخوان في هذا الموضوع احنا في سنة 2001 نتيجة حوارات داخلية بين الإخوان داخل الصف توصلنا إلى رؤية الجماعة تبناها هذه الرؤية عليكم نصها هي أننا ندعو إلى قيام مجتمع مدني في ليبيا تتمثل فيه القيم الإسلامية ويسوده العدل والمسواة وتحترم فيه كرامة الإنسان ويتعاون فيه أبناء المجتمع لخدمة بلادهم والنهوض بها لأفاق الرقي والتقدم والرفاه تكون فيه الجماعة جماعة متميزة تؤدي فيه دورا رياديا في شتى المجلات وتشترك فيه مع المخلصين من أبناء الشعب للتمكين للمشروع الإسلامي الحضاري في ليبيا هذه كانت الرؤية في سنة 2000 في مؤتمر عام في سنة 2001 في سنة 2004 بدأنا نطرح التوجه السياسي للجماعة التوجه السياسي كان ينص العمل على إحداث انفراج سياسي لصالح إيجاد وتفعيل للعمل الأهلي في ليبيا لوجود الجماعة في الداخل ويتزامن ذلك مع عودة الأفراد بقرار من الجماعة وليس بالضرورة بمصالحة مع النظام وإذا لم يتحقق الانفراج خلال الدورة يقدم مجلس الشورى تصور جديد المؤتمر في ختام الدورة ما هي ملامح الانفراج التي وردت هنا قلنا إن الانفراج السياسي المطلوب واحد السماح بالعمل الدعوي الاجتماعي من خلال مؤسسات أهلية قانونية إطلاق سراح سجناء الرأي جميعا والسماح بعودة المهاجرين إلغاء المحاكم الاستثنائية وعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلغاء قانون نثاق الشرف والمهم تحقق المطالب على أرض الواقع هذه كانت ملامح الانفراج السياسي كما يراها الإخوان المسلمين في ذلك الوقت ثم بعد ذلك بدأت حوارات وطلب النظام أن نفتح باب الحوار فكان عدد من اللقاءات على أقل أذكر ما شاركت فيه كان لقاء سويسرا مع بوزيد دوردا ولقاء لندن مع محمد جزوين وبوزيد دوردا ولقاء الحوارات كان النظام يرى عودة الجماعة كأفراد ولا يسمح بأي شكل من التنظيمات مع تعهد الجماعة بعدم العودة للعمل السري والجماعة كانت ترى عودة الجماعة في كيان منظم ولو دعوي أو اجتماعي هنا صار في حوارات في الداخل بعض الناس رفضوا هذه مواقف الجماعة ففصلوها أولا قبل أن تحدث هذه كان الدكتور علي الصلابي بدأ في حوار مع الجماعة ودخل في قضية مراجعات جماعة الجهاد فترك الجماعة ثم صلاح الشلوي ثم سلمان دوغة الذين خرطوا في مشروع ليبيا الغد استمر هذا فنحن لم ندخل لا في مشاركة ولا في مجال يعني اتفاق مع النظام بالنسبة الجماعة كجماعة ايضا في قرار اظنني بحيث ان الافراد الجماعة لا يدخلوا في مسؤوليات في الدولة وزراء او سفراء الاخري ثم جاءت ثورة السبع دار فبراير قبل الثورة بسبوع اظنني كان مجلس الشورى منعقد وانا لم اكن فيه لكن هذا ما بلغنا به ان مجلس الشورى اتخذ قرار ان مشاركة الجماعة من خلال افرادها في اذا حصل نوع من انتفاض من الشعب وبالفعل هذا ما تم عندما وقعت الثورة دخل افراد الاخوان في تكوين كتيبة السبع دار فبراير والتي تولد تدريب الاخوة من الغرب ومن المناطق الاخرى الكتيبة الامنية لحفظ الامن في بغازي كان لها مدور فيها والعمل الاغاثي العمل الاغاثي كانت لنا مؤسس من اداء الخير وكنت انا مديرها استطعنا ان نوفر من خلال دعم الاخوة في الخارج عن طريق تبرعات من الخليج وكانت تدخل عبر مصر وكانت القوافل بالمناسبة تخرج من امام مسجد رابعة العدوية الذي ازيل الان وتتجه الى ليبيا لان ليبيا بالذات المنطقة الشرقية تعرضت لحسار المنطقة الغربية مقفلة والبحر مقفل والمنطقة الشرقية المجلس العسكري كان ايضا متحفظ ومتحفز بالنسبة لشرق ليبيا المهم استمرت هذه الفترة الى ان تم اعلان التحرير و في عشرين اكتوبر وفي نوفمبر دعونا المؤتمر العام للعقاد وكان في بنغازي واول مرة يكون مؤتمر عام للاخوان معلن وكان الجسة الافتتاحية دعي لها عيان البلاد ومجالاتها وكذا من غير الاخوان ثم كان اللقاء لمدة يومين اهم في هذا المؤتمر كان هو مناقشة العمل السياسي في المرحى القادمة كيف يكون وبعد نقشات طويلة كانت ثلاث خيارات أن جماعة الاخوان نفسها تتحول لحزب سياسي أو جماعة الاخوان المسلمين تبقى جماعة دعوية وتكون ذراع سياسي أو الاحتمال الثالث أو التوجه الثالث أن تكون تنظيما مستقلا ماليا وإداريا وتنظيميا يكون يعني يحقق هدافها بس تكون مرجعيتها مرجعية إسلامية وهذا الأخير الذي فاز تقريبا بثلثين حاضرين في مارس على ضوها تكونت لجنة تحضيرية من الإخوان لتكوين الحزب ففي مارس تكون الحزب كان في المؤتمر التأسيسي كان الحاضرين 1700 تقريبا عدد الإخوان لا يتجاوز بين 300 إلى 400 أخ ورغم ذلك عند الانتخابات الحيئة القيادية العليا فازت معظم أو اختير معظم الإخوان وهنا صدر قرار وليومه كنت المسؤول صدرنا قرار بانسحاب الإخوة بعض الإخوة من أهلاء القيادية ليفتحوا مجال للآخرين هنا من اليوم الأول الحزب استغل ككيان مستقل على الجماعة والجماعة لا تتدخل لا في سياساته ولا تعلم عن تمويله ولا تعلم عن إدارياته فهو نظمته لائحة قرره المؤتمر يشتغل من خلالها وليس كل قيادة الحزب من الإخوان المسلمين وهناك ما يعني الحزب عندما انطلق كان الجماعة أحيانا تلتقي معه في أفكاره يعني في قراراته وتوجهاته وأحيانا لا تلتقي معه وإحنا خالفنا الحزب في حكومة علي زيدان فأصدرنا بيان ضد هذه الحكومة ويجب أن تقال والحزب أصدر بيان أن الضرف لا يسمح وأن هذه الحكومة يجب أن تستمر وفي كذا موقف مشابه حصل لكن أقول أن بالنسبة للعمل السياسي والحزب السياسي لابد له من اجتهادات سياسية كثيرة وهو يعني محق في ذلك وهذا يقع للخطأ والصواب لكن أقول كلمة عامة أن يبدو والله أعلم أن تكوين الحزب في فترة ستة 2012 كانت في أوجة ثورة لكن في مسألة احنا كنا غفلين عنها ربما وعلى أقل أنا أراها لم تأخذ حظها من البحث وهي ثقافة الحزب ثقافة المجتمع الحزبية ثقافة ضعيفة إحنا منذ 1954 الملك الدريس اتخذ قرار هذا القرار يمنع الأحزاب وبالمناسبة الإمام البنة رحمه الله كان له نفس الرأي والملك الدريس أيضا عاش في مصر ورأى الأحزاب في مصر كيف تعمل وتأثير الإنجليز عليها للآخرة والمشحات بينهم وكذا فكان يؤثر أن لا يكون فيه أحزاب لكن أعتقد أنه بهذه الطريقة هو دق أو المصمار في نعش المملكة لأن ما حصل بعد ذلك من تزوير في الانتخابات حصل بعد ذلك من الاعتماد الكثير على القبليات هذا أدى إلى ضعف الهياكل وهذا من أراد يرجع لأدبا إلى أحمد رفيق المهدوي وكان عضو في مجلس النواب ثم مجلس الشورى مجلس الشيوخ والذين كانوا يعارضوا هذه الفكرة زي الشيخ صبحي وغيره من الناس عبد الرحمن القلهود وسبع ذلك دخل صار مفتي ولذلك يعني من ذلك من تلك الفترة بدعت نوع من الحساسية من الأحزاب ولذلك مرة التغيت مصطفى عبد الجليل يقول أنا ضد الأحزاب ويقول أنت إذن ما زلت في ثقافة من تحزب خان قال أنا أتفق مع القذافي في هذا الأمر فاستمرنا في فترة المملكة بالأحزاب ثم جاء القذافي يحارب الأحزاب وينظر لهذه الحرب فأصبحت عندنا الثقافة الحزبية ضعيفة ونحن ورأي الشخصي أن لا يمكن تكون عندنا الديمقراطية ما لم يكن عندنا أحزاب فنجاح الحكم على نجاح أو فشل حزب العدالة والبناء أو هذه التجربة هي ترجع لظواهر لأسباب خارجية هذه البيئة التي تحدثت عنها وإلى أسباب داخلية منها أن نحن أفرادنا لم يهيئوا ولم يؤهلوا للعمل السياسي المفتوح وإنما تعلموا من خلال التجربة من خلال الخبرة من خلال الصح والخطأ وهذا يعني لبأس به لكن يبقى أن المسألة محل بحث دراسة يجب أن تدرس دراسة أعمق وأنا لا أقول إيش البديل في هذه المرحلة لكن في تصوري في الفترة هذه إحنا أشبه ما نكون حقيقة الآن في مرحلة نضاد لذلك يجب علينا أن نكون جفهة أو تحالف كبير لكل أهل فبراير لنتفق على الكليات التي يجب أن نختق عليها الوطن اليوم يتشظى وبدأ هؤلاء يتكلموا على الأقاليم وهذه بداية لنعمل الانقسام في المستقبل والتقسيم يجب أن نقف ضد هذا التوجه ولا نسيره ولا نقره فهذه تحتاج إلى جفعة قوية من القوة الوطنية في مختلف مواقع البلاد أن نتقف هذا العسكرة نحن الحفتر أو المنظومة هذه أو الأنظمة المحور الشر اللي كود العربي اللي موجود حولنا هذا يسعى فعلا مزال ولم ييأس من عودة ليبيا إلى المؤسسة العسكرية كما حصل في الجزائر من وراء حجاب والله في مصر مباشرة ليبيا وراد لها ذلك إذن يجب أن نقف هذه تحتاج إلى وقفة قوية ليس من حزب أو جماعة وإنما تحتاج من شعب يتحرر يوم ما احنا كشعب ليبيا اجتمعنا وقررنا من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها أن القذافي لا يبقى وعزمنا على هذا الأمر وقدمت الدماء زكية وضحي بشباب طاهر تحقق الهدف اليوم لو نتفق على هذه الأشياء الثوابة الكلية أنا أعتقد إن شاء الله تتحقق ولكن للأسف ما نراه الله سبحانه تعالى يقول ولا تنازع فتفشل وتذهب بريحكم معارك جانبية قضايا جزئية تؤدي إلى نتائج غير محمودة لا قدر الله إذن الحزب هو كيان مستقل عن الجماعة منذ تأسيسه ولا يتربطه قضايا تنظيمية بهذا بالجماعة استمر الحزب في عملية استمرت الجماعة في عملية في داخل الجماعة حوارات حول طريقة عملنا في المرحلة القادمة أنا لا أريد أن أسبق ولا أريد أن أعلن شيء هو مختصاص القيادة لكن هناك توجه إلى أن نحن نتحرك في الفترة القادمة في إطار مختلف عن القندار إطار السابق وهو من خلال تغيير اسم الجماعة ومن خلال إعادة هيكلية جديدة ووضع أهداف جديدة وهذا متروك الآن للقيادة بعد التوجه العام الذي إن شاء الله ستسير فيه الجماعة لعلي أتوقف لهنا لأنني سأترك مجال للتعليقات والسؤال وممكن ما لم أمر عليه أن أذكره من خلال السؤال والجواب وجزاكم الله خيرا شكرا يا دكتور عبدالقاد شكرا